جوجل ديب مايند أطلقت نظام جديد اسمه ألفا إيفولف وبدون أي مبالغة إحنا قدام ذكاء اصطناعي بيطور الخوارزميات بنفسه وكمان بيتفوق على اللي كتبوا البشر طوال عقود لو كنت مهتم بالأخبار دي أو بالذكاء الاصطناعي أو حتى كنت مبرمج فالفيديو ده حيعجبك خليك معنا ما تروحش في أي حتة حنرجع لكم مرة تانية متابعي قناة إنفو تكفريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة نهاردة هنتكلم عن خبر جديد والخبر تم الإعلان عنه على جوجل ديب مايند بتاريخ 14-5-2025 حط لكم إن شاء الله الرابط الخاص بالمصادر في الوصف أسفل الفيديو إيه هو ألفا إيفولف؟ ألفا إيفولف هو مش مجرد أداة تكتب أكواد زي كودكس أو جي بي تي هو بساطة وكي الذكاء الصناعي متطور قادر على ابتكار خوارزميات جديدة تماماً بيجمع ما بين إبداعنا مزج اللغة الكبيرة زي جيميناي مع نظام جديد بيختبر ويقيم ويحسن الأكواد تلقائياً تخيل نموذج بيقترح حلول منها المفيدة ومنها الضعيفة بيتخلص من الضعيفة وبيخلي المفيدة وهنا بنتكلم عن البقاء للأصلح جوجل مش بتجربه في مختبر ألفا إيفولف شغال فعلياً في بنيتهم التحتية من أكتر من سنة مدمج في أنزمة ضخمة زي بورج وهو منصة إدارة مراكز البيانات والنتجة واحدة من خوارزمياته قدر التوفر لجوجل 0.75 سبع من عشرة من موارد الحق سبق العالمية ممكن أنت تشوف الرقم ده رقم صغير لكنه فعلياً بيوفر ملايين الدولارات أدوات ذكال إصطناعي العادية ممكن تكتب كود بسيط أو تكمل وظيفة لكن ألفا إيفولف بيكتب برامج كاملة بمئات الأسطر ومنطق معقد جداً واحد من أبرز إنجازاته هو تحسين نواة تستخدم لتدريب نمازج جيميناي نفسها عملية التحسين كانت على زيادة سرعة العملية اللي بتتم بنسبة 23% وانخفاض وقت التدريب الكلي بنسبة 1% احنا بنتكلم عن نمازج بيتم تدريبها الأيام وأسابيع كلمة 1% انخفاض في وقت التدريب الكلي دفر ضخم جداً أما بالنسبة للتحسينات على مستوى الهاردوير المظهل إن ألفا إيفولف اخترحت عديلات على تصميم الشيبس أو الوحدات الخاصة بالTPU ولما يعرفش إيه هو الTPU والTPU هو الTensor Processing Unit هي عبارة عن شيء بتستخدم في تسريع تدريب الذكاء الاصطناعي واستنتجاته قام بالتعديل على الكود الخاص بلغو التصميم الشرائح الإلكترونية وتمت الموافقة علي من المهندسين وأصبح جزء من التصميم الفعلي للجيل القادم من المعالجات بالنسبة لمجال الرياضيات قام بكسر رقم رياضي عمره 50 سنة فعام 1969 عالم الرياضيات وضع أفضل خوارزمية لضرب مصفوط 4x4 باستخدام 49 عملية ألفا إيفولف كسر الرقم وحقق نفس النتيجة بـ 48 عملية فقط وده كان أول مرة يتم فيها كسر هذا الرقم منذ أكثر من نصف قرن ومن كائن غير بشري طب إزاي بيشتغل ألفا إيفولف؟ ألفا إيفولف مبني على نسختين من جيميناي جيميناي فلاش سريع بيولد ألاف الحلول البرمجية في دقاي أما بالنسبة لجيميناي برو هو أبطأ لكن بيفهم المنطق العميق والمعاقد خطوات العمل بمنطقة البساطة بيتم كالأتي أول حاجة بيتم وصف المشكلة فلاش أو جيميناي فلاش بيولد ألاف الخوارزميات حوالي 16 ألف حل لمشكلة أو لمشكلة أي أن كانت هذه المشكلة كل حل بيتم تقييمه تلقائيا طبعا احنا قلنا تقييم الحل تلقائيا الحاجات الضعيفة بيتم تخلص منها زي ما قلت لك البقاء للأصلح كل حل بيتم تقييمه تلقائيا هل يعمل؟ هل هو سريع؟ هل بيستخدم موارد أقل؟ أفضل 1% يعاد تطويرهم لإنتاج الجديد من الخوارزميات لو ما تحسنش الأداء يبتدي يخش جيميناي برو عشان يقترح حلول أعمق وهكذا تتكرر العملية دي بقى كتير جدا بالنسبة لاختباره على مشكلات الرياضيات والهندسة ديب مايند اختبرت ألفا إيفولف على أكتر من 50 مشكلة رياضية مختلفة منها نظرية الأعداد منها مساء الهندسية معقدة وجات النتيجة أنه هو طابق أفضل الحلول المعروفة في 75% من الحالات وفي 20% من المشكلات تفوق على البشر حدود ألفا إيفولف زي أي نموذج ذكاء اصطناعي هو ما بيشتغلش على المهام اللي بتتطلب إبداع بشري بحت زي الترجمة الإبداعية أو تفسير نتائج تجربية غامضة لكن بالنسبة للمهام القابلة للقياس فألفا إيفولف هيكون مذهل جدا جوجل بتخطط أنها توسع استخدامه في علم المواد الاستدامة اكتشاف الأدوية وأي مجال في تعقيد خوارزمي وقابل للتقييم حاليا ديب مايند بتطور وجهة استخدام وحيتم إطلاق برنامج وصول مبكر للبحثين الأكاديميين في المستقبل القريب ألفا إيفولف أنا شايف أنه حيغير اللعبة الموضوع مش أن أنت بتشتغل على نموذج زكاء الصناعي بتطواره ولكن أنت بتستخدم هذه النماذج في بناء أدوات أفضل لتطوير أدوات أقوى وهكذا إيه اللي حيحصل؟ لو أفضل الخوارزميات في العالم من صلع الآلات وليس من صنع البشر أتمنى تكونوا استفدتم من معلومة النهاردة وفي انتظار الواجهة الجديدة اللي حتكون مفتوحة طبعا في الأول حتكون مفتوحة للبحثين الأكاديميين كوصول مبكر وحنشوف في تجربة هذا النموذج الألفا إيفولف حيغير قواعد اللعبة زي ما بيقولوا شوفكم فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة إنفوتك فريوزا بقولك في نهاية كل فيديو متنساش تعمل سابسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو كنتم من متابعينا الأعزاء متنسوش تدعمونا باللايك والشير والكومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته